معنا تليفون من شخصية أهمة جداً وساعدت على تطور العلم الفضاء مش في أمريكا بس في العالم كله في العالم كله لما طلعوا على الأمر وأبولو ورواد الفضاء كان اللي بيقعدوا بيعلمهم تحت على الأرض ونفتخر به الدكتور فاروق الباز ونفتخر أنه عربي مصري وما زال حد دلوقتي محتفظ بهذه الهوية اللي احنا بنفتخر جداً كلنا به لما طلعوا إرواد الفضاء على أبولو وطلعوا على الأمر وعملوا لاندينج على الأمر بصوا كده قالوا قالوا لا إحنا المكان ده شفناه قبل كده ده كان شرح الدكتور فاروق الباز اللي بيشرفني أن يكون معنا على التليفون ألو ألو أهلاً يا فندم من زعيك يا دكتور أهلاً بيك نحن تشرفنا النهاردة بمكالمة حضرتك ده خليك شكراً دكتور الباز يعني إزاي تقدر تعمل على ما بيحصل دلوقتي مع الرئيس دونالد ترامب وقرارات السريعة وإكزيكتوف أوردز من أول يوم وده طبعاً ممكن يؤثر تأثير كبير على علم الفضاء والله أنا في نظر أنه ما يصحش ناخد كل كلام اللي قايله في الأول كده كأنه كلام جد لأن مش كل حاجة في إيد الرئيس الدولة في الكونغريس وفي الوزرات وجاديد لها شغلها ولا يمكن أن نتغير كل الشغل ده فوراً الرئيس الدولة ليست بيتعلم زي ما كل رئيس الدولة في إيد الرئيس الدولة ليست بيتعلم فإحنا ندينه فرصة سوية خليه هو هو عايز يتخلص من منعجات قديمة وعايز يقول كل الكلام اللي قاله أيام الانتخابات فنسيبه يقول كتير جداً من الكلام اللي بيقوله الوقت ما يفحش مش هينفع مصبوط بس فيها دكتور هو كونغرس كله معاه يعني كونغرس الغالبية في الكونغرس جمهوريين مع جمهوريين ومعاه بس لما هم مش في كل حاجة في حاجات مستحيل يقدروا يعملوها لأن الولايات ما فيها حاكي لا تقمل ذلك ففي حاجات تبقى مقبولة بالنسبة للشعب الأمريكي وحاجات هين مقبولة وحاجات تاخد وقت على ما تتعمل فالراجل بيتسلم دلوقتي إحنا ما يصحش إن احنا ناخد كل الكلام اللي بيقوله دلوقتي فإنه حقيقة صحيح هو دل اللي عيمشي صحيح أنا أتفق مع حررتك في هذا الرأي طبعا طبعا إحنا لازم نشوف ما فيش حاجة حصلت لأنه هو في الآخر هو كسب الانتخابات متهالي كبزنس مان يعني بيعرف إزاي يعمل الديل وإنت لما بتيدي تعمل الديل مع بيزنس مان يروح ببتديلك بأكثر حاجة هو عيدها ويدود عليها شوية أيوة بحيث يحسسك عشان هو هبتدي الكلام مع الناس اللي قتامه ويقلي يقلي شوية وياخد الحاجة اللي هو كان عامل حسابها من قبل ما يروح الاجتماع اللي يدود عليها عشان يكتابها صحيح طيب خلينا قبل ما نتطرك للموضوع بالتأثير على الدول العربية وعلى مصر إيه آخر تطورات السبيس الخارجي أو الانترناشنال سبيس سينتور الانترناشنال سبيس ستيشن إحنا في أمريكان دفعوا أوريدي كل شغلنا فيها والمعدات اللي فيها مدفوع تمامها والشغل اللي فيها جاهز أوريدي فكل اللي احنا عايزينه ان احنا النهاردة بالنسبة لنا هذا يعني انها تبعث رواد فضاء إلى السفينة دي عشان يعملوا الحادات اللي هي مفروضة تعملها ويجمعوا المعلومات وياخدوا الأجهزة معهم ما فيش وسيلة في أمريكا حاليا انها تبعث رواد فضاء فرواض الفضاء اللي احنا بنبعثهم للفضاء النهاردة بيروحوا مع الاتحاد السوفيت في مراكب سوفيتية واحنا بندفع احنا امريكا بندفع للاتحاد السوفيتي سبعين مليون دولار لكل راكب يعني كل راكب فضاء اه ايه عشان ما عندناش برنامج احنا يعمل الحكاية دي عشان الستيس شافل تخلص ايامه اه اما اما اوباما كان عايز يخلي الستيشن موجود لحد الفين تمانية وعشرين يعني اه لا السوفيتيشن ايوه ماشي لكن السوفيتيش شافل لا السوفيتيش شافل ماشي اه اه سبعين مليون اه سبعين مليون دولار اه سبعين مليون دولار للراكب للراكب الراكب اللي هو رائد الفضاء يعني ولا الراكب ده ممكن يكون اي شخص رائد الفضاء رائد الفضاء طيب بخصوص يعني احنا مثلا دلوقتي حددك فيه سؤال الناس كتير لما عرفوا ان حددك هتكون على التليفون بلغوني ان انا يعني اسألك السؤال ده انا عارف يمكن سؤال يمكن تسألته كتير قبل كده انه الرواد الفضاء لما طلعوا على الامر وشافوا المنظر قالوا احنا شفنا المنظر ده قبل كده من دراسات حددك ومن المحاضرات اللي كنت بتدالهم ومن اللي كنت بتعلمهم على الارض رغم ان لسه ما كانش حدش شافوا الامر يعني زي وصلت حددك للشكل ده او للتخيل للامر شكله كده ولما طلعوا لقوه بالزبط زي ما حددك وصفته يعني انا ابتديت اثاثا لان انا عمري ما خدت كورس في الثلق ولا في الفضاء ولا كنت تعرف حاجة عن القمر فانا عارف ان انا ببكدي بالجيولوجية الارض باس ولازم اعلم نفسي كلية وتماما على الامر عشان اعرف ايه اللي بيحصل صحيح فدرست فدرست كل الصور بتاعة اللونر اوربتر اللي هو الرحلة اللي راح تلف حولين الامر تاخد صور صح درستها دراسة مستفيدة عشان اعرف اكلم زميل الجيولوجيين الاول صحيح لما انا فهمت القصة كلها كده افتديت انا كأول للرواد بطريقة بحيث انهم يفهموها لان هما ما يعرفوش ولا كلمة في الجيولوجيا ولاجم الواحد يفهمهم بالنسبة علما بانهم طيرين مهندسين طيران بات ولوش لا لا في العلوم والجيولوجيا والارض والأهباب فلازم يبقى طريقة تفهمهم للحاجات دي مختلفة شوية علما الواحد يكلم جيولوجيا اه فحدك دربتهم انا دربتهم بالكلام ده وانا كده كان في نظرة احنا بنتدربهم بيه لازم نقول لهم ايه كل الحاجات اللي احنا عارفين هان عشان يزودوا على معلوماتنا صحيح يعني ده فخر لنا جميع يعني احنا بنفتخر بوجود حالتك معنا هنا في امريكا وكامريكان سيتزن وكعربي قبل امريكا اه وكان لك دايما دايما كان لك رأيي او انت كنت محدد للمفروض العرب عايزينه في اربع نقاط انا هفكر حذرك بيهم كنت قلت ان احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا واحدة عربية محتاجين ان احنا نحرر فلسطين محتاجين ان يكون فيه عدالة اجتماعية في الدول العربية ومحتاجين محول الامية في اي حاجة في الحاجات دي حصل فيها اي تطور منهم عين ولا تراجعت لا 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 كلنا تراجعنا في كل خصص دي لانه انا في الكلام اللي انت قلته ده كله كان ملخص في مقالة انا كدهتها عن جيل الفشل وقلت كده في البداية لقد فشل جيلي انا بتكلم عن نفسي والجيل بتاعي فشلا زريعا في تحقيق اي من امان الشعب العربي وقلت الحاجات اللي احنا كنا عايزين نعملها في ذلك الوقت واحنا شبيبة كنا عايزين نعمل الاربع عاجات دي وقلنا اكيد لازم نعملها وفي ايدنا وما حصلش اي حاجة لان لا الحكومات كانت فهمة ولا الشعب كان داري الحكومات عارف ايه ولا مش عارف ايه وسادين احنا كل حاجة في ايد اللي يفهموا اللي ما يفهمش ومشينا وراها والنتيجة بتاعتنا ان احنا متتاورين لحد النهار حرك يعني دلوقتي تصار سريئة جدا في مصر ماذا تقترح لعدل الحال في مصر طبعا ده موضوع كبير قوي ولكن يعني ايه الاهم حاليا دلوقتي ففيش عندك اهم حاجة في الدنيا عندك اطلاع التعليم عشان الناس تبقى فهمة وتتعامل مع بعض ازاي لازم يبقى عندهم قدر من العلم والمعرفة وبعدين تحسين الصحة وبعدين تحسين الاقتصاد وان الحكومة يصيد ايدها من الاقتصاد لان الخيبة اللي حصلت عندنا في مصر كلها نتيجة لان الحكومة هي المعين الوحيد بلد مش تاباها من الناس اللي هم بيعملوا مصالع وبيعملوا تجارة ويعملوا كذا كل حدا اساسية في إذن الحكومة والحكومة خربانة مهما كانت هاي الحكومة بمريكة خربانة الحكومة في كل حكة خربانة ما تنفعش يعني حركة القطاع الخاص لازم ينشط ويكون في قوانين مشجعة على انه يبقى فيه نوع من انواع يمكن خصم في الضرائب بحيث ان هو اللي بيجي يعمل يستثمر في بلد زي مصر او اي بلد عربي لازم يرجع يعني يكون فيه ان هو ياخد الرزق ان هو يروح هناك طبعا ده انا مستثمرين حتى اللي بره انا بتكلم على الشباب في مصر والنسبة بتاعتهم انتم الشباب متعلم والشباب غير قول ويداروا يعملوا كل حاجة ما بندينهم مش فرصة قبل اللي يعملوا اي حاجة مفيش مؤسفات بتديهم يعني سلفة يعني فلوس عشان يعملوا شركة واللي اعملوا مصنع صوية واللي اعملوا فبنشجعش احنا الحاجة تي وده لازم نغيره صحيح بس اعز اقول لحركة دكتور الشباب برضو محتاج للخبرة يعني يعني وارد وارد الشباب محتاج للخبرة كان ليهم يا سيدي فكانش عندنا احنا النهاردة مفيش خبرة فبس كوي فخلي سراد يعمل خليهم يغلطوا ويتعلموا احنا كلنا تعلمنا من الغلط اللي احنا ما عملناه خليه يغلطوا ويتعلم ويغلطوا ويتعلم صحيح 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 يعني الخلاصة ان احنا لابد ان يكون كما يقول الدكتور فرول باز ندي فرصة اكبر للشباب الشباب يغلط مش مشكلة هيتعلم بس في الاخر الشباب لازم ياخد فرصته انا بشكر حضرتك على المكانمة السريعة دي ويتشرف طبعا حضرتك تشرفنا في نيويورك او احنا نجيلك في بوستن طبعا دي حاجة تشرفنا يعني الناس تحب تسمع من حضرتك وبتاخد منك الخبرات الجميلة وطبعا انا يعني مش عايز اتكلم ووفتح مواضيع كتيرة دلوقتي لان ما نكون فيس تي فيس ان شاء الله لان حضرتك معلم لكل عربي هنا في امريكا ونفسه يعرف ازاي يبقى جزء او شبه جزء من فاروق الباز شكرا جزيلا بتشرفنا هنا في اي وقت شكرا شكرا انا بشكرك كمعانا الدكتور فاروق الباز وزاي ما شفنا هو كلامه كلام عاقل جدا هو بيقولك ان ترامب ده كلام وده رجل بزنس مان وبيحاول بياخد الامور بطريقة اللي هي تعلمها اللي هي طريقة التجارة زي ما نجح في الانتخابات زي ما هو في نفس الوقت بيحاول ان هو بيدي اجزيغرف اوردرز ممكن هتراجع فيه على فكرة وممكن هو نفسه كونجرس يقولهم لا متعدلوش القرار ده دي طريقة وسياسة سياسة قد تكون محنكة من استشارين له احنا ده هيتضح ونعرفه خلال الايام القادمة